معنا الآن عبر الهاتف للتعقيب على هذا الملف وعلى البيان الخاص بالدول الأربعة دعية لمكافحة الإرهاب اليوم المستشار رحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية سيادة المستشار مساء الخير وأهلا بحضرتك مساء الخير أهلا وسهلا يعني أولا دعني أسألك لماذا أثارت الدول الأربعة دعية لمكافحة الإرهاب اليوم ألا تقدم على مزيد من العقوبات على قطر وفي الحقيقة يجب وضع الاجتماعات التي تعقد على مستوى الوزراء الخارجية في سياقها الطبيعي أولا الهدف من عقد هذه الاجتماعات هو استمرار التنسيق والتشاور وتقييم الواقف في شأن الأزمة وتطورات الأزمة ليس بالضرورة في كل اجتماع الوزراء الخارجية أن يسر عن إجراءات تطاقية تواقف الاجتماع في حد ذاتي أو بعضه ربما يحدث إجراءات تتم بعدها ربما تحدث خلال الاجتماع ولكن ليس هذا بالضرورة أن يحدث خلال الاجتماع ولكن المهم هنا أن يعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية الدور الأربع الهدف منه هو التنسيق والتشاور التأكيد على تمسكهم بالنبادئ التي تم إقرارها في اجتماع القاهرة في 5 يوليو والتأكيد على تمسكهم بالمطالب الثلاثة عشر التي تم التقدم بها لقطر والتي لم تنسي القطر أي منها حتى الآن طيب يعني الآن ما هو الموقف المصري حيال دعوة قطر لتدويل ملف الحج كما قال وكما استمعنا إلى وزير الخارجية السعودي عدل جبير قبل قليل يقول فيه أن هذه المطالبات هي بمثابة إعلان حرب على المملكة العربية السعودية ما الموقف المصري من هذا الموضوع؟ نرى هذا الموقف استمرار للتدخل القطري التلبي في الجورة الداخلية للجورة العربية الأربع استمرار لعملية التحريض ومشف خطاب التحريض في المنطقة سواء ضد المملكة العربية السعودية وأي ضد أي دولة أخرى من الدور الأربع يعني المتابع للبيانة الصادر اليوم عن اجتماع وزراء الخارجية يرى أن المطالب محددة وواضحة مطلوب من قطر أن تعلن وقف عملية التحريض وقف دعم الإرهاب ودعم التنظيمات المصريفة مطلوب من قطر التوقف التام عن التدخل في الشؤون الداخلية للجورة الأربع ومطلوب منها أيضا التنفيذ الكامل للمطالب الثلاثة العشر نحن لا نرى حتى الآن أي تقدم في هذه المطالب الثلاثة بل على العكس نرى استمرار في عملية التحريض ومشر هذا الخطاب ومن بمنها بالطبع الخطابة أخير أو التعوى إلى تدويل مسألة الماكلة القدسة ومن الملكة العربية السعودية ماذا عن إقدام الدوحة على إغلاق الموقع الإلكتروني ومنع المواطنين القطريين من الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريدة الحج ومحاولة استقطاب الجانب الإيراني من ناحية أخرى المواطنين القطريين لأداء الحج في قوم وفي المناطق المقدسة في إيران يعني بيان اليوم أيضا أكد على استنكاره لهذا العمل وإدانة هذا العمل والإشادة بالدور المتحدة في المملكة العربية السعودية وخادم ملك خادم الحرامين الشريفين في رعاية الحجيب وفي توفير الرعاية الكائنة لهم لأداء الأراضي المقدسة وبالتالي كان مهم أيضا تعبر الدور الأربع عن تدانيتها على هذه الأعمال خلال اجتماعهم اليوم طيب أخيرا سيادة المسشار الوزير سامح شكري قال اليوم في المؤتمر الصحفي أنه على قطر الالتزام بالتنفيذ الكامل المطالب الثلاثة عشر قبل أن يبدأ معها الحوار قد يرى البعض في ذلك تعجيز لمساعي الصلح مع قطر ما التعليق على ذلك؟ حقيقة أنا يعني مهتم بالإجابة على هذا السؤال لأنه البعض حاول ورغب في تفكير موقف الدول الأربع اليوم بسكل مختلفة حقيقة ويجب هذا أيضا أن يوضع في إطاره الطبيعي لأنه خلال الفترة الأخيرة بعض الأطراف الثولية بعض الأطراف الغربية كانت تطالب بالحوار مع قطر وتدفع بأن الدول العربية الأربع ليست منفتحة على الحوار كان من المهم أن تؤكد الدول الأربع اليوم على أنه ليس لديها مانعا من حيث المبدأ من الحوار ولكن الحوار هنا حوار مشروط والشروط هي شروط واضحة وثلاثة شروط أولها هي مسألة إعلان قطر نبخ خطاب التحريض والقرارية ونبخ تبني الإرهاب ودعم الإرهاب وتنريله ثانيا التوقف عن التدخل في الشؤول الداخلية للدول العربية وثالثا التلفيذ الكامل أو الإعلان عن استعدادها للتلفيذ الكامل للمطالب السياسي فهنا هذه هي الشروط التي تعتبرها الدول الأربع أساسية لبدء أي حوار مع قطر وهذا هو السياق الذي وضع فيه مسألة الحوار وكيف يسن إدارة الحوار مستطل وكانهم أيضا تأكيد على أن كل الإجراءات التي تقوم بها الدول الأربع دعية لمكافحة الإرهابية تتصق مع الموثيق الدولية ولا تعرض بينها وبين كل القوانين الدولية أشكر جزيلا من ناسية المستشارة أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية